بسم الله الرحمن الرحيم إن احنا نبقى عارفين الأناط المختلفة للعناصر الزخرفية إن أنا أقدر أشوف أي موتيفة أي عنصر زخرفي أي وحدة زخرفية أقدر أحدد إيه هي الوحدة دي وأقول الوحدة دي بتنتمي إلى أي عصر من العصور وده بيفيد جدا في مجالات كتيرة جدا من المجالات المتعلقة بالميديا يعني بيفيد في مجال الديكور السينمائي والديكور المسرحي والديكور الخاص بالدراما عموما تاريخ الفنون الزخرفية يعني من المواد الشيقة يعني فيه ناس كتير قوي بتحب هذه المادة لأنها مادة تعتبر من المواد وإن كانت من المواد الفنية المرتبطة بتخصصنا ارتباط وصيق قوي إلا أنها أيضا من المواد التسقفية النهاردة موعدنا مع فن من أهم الفنون دي بالنسبة لي أنا بعتبره فن مهم جدا بالنسبة لي بعتبره هذا الفن هو فن الجمال هذه الحقبة التاريخية من الحضارات والفنون كانت متعلقة قوي بالجمال حتى أن عصر النهضة اللي كان يعني من حوالي خمسمائة سنة لما حب أن هو يعمل عملية يعني يعني إحياء ليه الفنون من جديد في صورة يعجب بها الناس في صورة يتعلق بها الناس في صورة يشعر الناس من خلال يعني النظر إليها بالأبهة وبالفقامة وبالجمال أعادوا إحياء هذا التاريخ أو هذا الفن التاريخي وهو الفن الإغريقي وكلمة إغريقي هي كلمة عربية كانت تطلق على شعب اليونان لأنهما كانوا اسموهم باللغة بتاعتهم جريك حتى يونان باللغة الإنجليزية اسمها جريس فكان شعبها بيسمى بالجريك العرب سموهم الإغريق اللي هما يعني بيسكنوا في هذا الجزء من شمال البحر المتوسط الفن الإغريقي هنتكلم النهاردة عن أكتر من حاجة هنتكلم عن نشأته هنتكلم عن العوامل التي أثرت فيه هنتكلم على أهم العناصر الزخرفية التي تحدد هذا النوع من الفن هنتكلم على الحرف والصناعات التي تميز هذا الفن نشأة الفن الإغريقي حينما نتحدث عن نشأة الفن الإغريقي هللاقي أن الإغريق كان الحضارة بتاعتهم عملت كده زي الحضارة المصرية القديمة قبل عصر الأسرات كانت عبارة عن مجموعة من الدولات والممالك الصغيرة التي كانت تسكن في منطقة اليونان والتي تتناحر فيما بينها يعني كل قرية بتسمي نفسها مملكة وكل قرية بتحارب القرية اللي جنبها لغاية مجم حبوا أن هم يعقدوا مع بعضهم معاهدة سلام معاهدة السلام دي كانت بتقول إن الشعوب الجريجية أو الشعوب اليونانية دي ما تحاربش بعضيها لكن هم يتحدوا عشان يحاربوا أي حد خاري ودي كانت بداية يعني قوة هذه الشعوب المتفرقة التي جمعتها منطقة واحدة ولذلك سمي بإسم واحد هنا لما اتفقوا اتفقوا إن هم بدل ما يتحاربوا بالصيف بالصيف والرمح ويتقتلوا فيما بينهم يعملوا ما بينهم حاجة اسمها الدورات دورة أولمبية مصابقة أولمبية كل سنة في أرياضات المختلفة واللي هي المملكة اللي يكسب بطل منها تبقى هي المملكة الكسبانة وكان طبعا استمرت هذه العادة وهذه الدورة الرياضية منذ ذلك الوقت حتى هذا الحين اللي احنا فيه اللي هي الدورة الأولمبية التي تعقد كل أربع سنوات لما نتحدث عن الفن الإغريقي في اليونان القديمة هيخطر في بلنا كلمة إتقان إتقان دلوقتي بعد ما سيادة رئيس الجمهورية يعني مضى على القانون بتاع هيئة جودة برامج التعليم الفني سميت بإتقان يعني والإتقان إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل أن يتقنوا الإتقان شيء ماشي بصورة محيطة ومتوازية مع التعليم الفني بكل البرامج بتاعته وبكل تخصصاته الجماعة الهيلينيين القدامة اللي هم أجداد الجريج أو أجداد الإغريق سابلنا روائع فنية كتيرة بتحظى بإعجابنا كلنا ومنحوتات وتماثيل في قمة الروعة الإغريق يعني قدسه الجمال وقدسه الرياضة وقدسه الكمال في جسد الإسلام الإنسان أنا آسف الكمال طبعا الإسلام كامل طبعا الجمال في جسد الإنسان والإنسان كان محور لكل حاجة من محاور الفن الإغريقي حتى أنه قيل أن هذه الأعمدة الأيونية أو الأعمدة الكورنسية اللي هم عملوها كانت بتجسد بتجسد اللي هو نحافة وجمال جسد المرأة عملوا التماثيل بتاعتهم التي تمثل أبطال الأساطير عملوا التماثيل بتاعتهم التي تمثل أفروديت وأجمل النساء عندهم ولكن طبعا تمثيل بتاعتهم رغم أنها كانت بعد التمثيل بتاعت الفن المصري القديم يمكن بمئات ويمكن بألاف السنين إلا أن أغلبها وصل مكسر وصل لنا مكسور ليه؟ لأنه هم بعدوا عن القواعد وده نتكلم عنه لما نيجي نتكلم في فن النحت هنبص على الشاشة هنلاقي أن الحضارة الإغريقية موقعها يسر لها أنها تتعرف على المدنيات والحضارات الأقدم منها في حوض البحر المتوسط ومنها الحضارة المصرية القديمة وأنهم عشان يبتقوا الكمال لجأوا إلى الطبيعة مع بناء ثقافة تستند إلى الاستفسارات بدأت عندهم الفلسفة بدأت عندهم الفلسفة الفلسفة كانوا يسألوا لما وكيف ومتى وبذلك كان الفن العظيم الإغريقي نقطة التحول في المدنيات المقبلة وكان لها تأثير كبير قوي على قارة أوروبا غالبا ما قيل أن الفن الإغريقي في مستوى فهم الإنسان وده نابع أن المهندسين والفنانين بتوعهم كانوا يعني عاملين عناية جبيرة جدا لحساب النسب ومش النسب بس ما الفن المصري القديم كان مهتم قوي بالنسب وكان مهتم قوي ب سلامة الكتلة وسلامة الشكل ولكن هنا هم راحوا للنسب الجمالية بتاعت الإنسان وتأثيرات الإقاع والتماثل اللي هي الأنصف المتماثلة وطبعا كانوا بيهتموا طبعا بالآلهة أو اللي هم كانوا بيعبدوها وكانوا بيخصوها بالمهابة وطبعا كانت عندهم الألهة بتاعتهم اللي هم كانوا بيعبدوها يعني في شكل الإنسان وجعلوا من الإنسان مركزا للكون هنا الصورة دي بتمثل أسينة بتمثل فوق زي ما احنا شايفين كده فوق معبة البرسونين تمام يعني هنرجع تاني كده العوامل المؤسرة في فنريكا هنا هتكلم على الصورة دي دي منطقة أسينة ودي المعابد اللي هي كانت موجودة في منطقة أسينة والتمثيل الخاصة بالآلهة بتاعتهم وكانت تصنع من الرخام المرمر الرخام الأبيض أو الرخام الوردي اللي احنا بنسميه عندنا دلوقتي هنا رخام كرار طب ايه العوامل اللي أثرت فيه الفن الاريقي عندي المؤسرات الجرافي الموقع الجرافي في بلاد اليونان كان ليه تميز أثر قوي على الجماليات بتاعة الفنان اليونان ف بلاد اليونان أو بلاد الاريق محاطة بحاجتين محاطة بجبال ومحاطة ببحار البحار بتحيطها من ثلاث جهات وفي جبال عديدة وفيها خلجان كتيرة ده خلاهم يعملوا مواني للتجارة المواني بتاعة التجارة دي كان أساس التجارة بتاعتهم مع ملوك البحر المتوسط ملوك البحر المتوسط يا أولادي هم الفينقيين الفينقيين بالذات كانوا ملوك البحر المتوسط وكانوا قوم بحار اللي ما يعرفش الفينقيين الفينقيين اللي هم أجداد اللبنانيين أجداد يعني إخواتنا اللبنانيين كان دا عام المؤثر في طبعا تلطيف الجو بتاعهم البحر ده نشأت عندهم بزور الفن في كل المستعمرات والجزر القريبة منهم امتدت طبعا المدنية الإغريقية إلى سقلية في إيطاليا وجنوب إيطاليا وامتدت أيضا إلى آسيا السرعة تكوين الجبل لبلاد اليونان كان لي عامل على تكوين الجامعات السكانية المنفصلة ذات الحكومات المستقلة زي ما قلنا يعني الجبل بيفصل ما بين مدنتين كل مدينة من دول بتعتبر مملكة كان بلاد اليونان لها سرعة كبيرة جدا وعظيمة من الجبال التي تتكون من الرخام الشاهق البيض رخام اللبيض وكانت المباني المشيدة من الحجر تكسى بطبقة من الاستاكو حتى تبدو كالرخام طب ايه هي بقى المؤسرات الاجتماعية اللغة ربطت ما بينهم وبين بعض التقاليد والعادات الرياضية والدينية والفلسفية جمعت شتات مدن الاريق وتواقف الاريق اتخذوا من أسينة الإبلة بتاعتهم والمنارة الخاصة بيهم لأنها هي المدينة التي كان يسكنها الفلاسفة وجامعة الاريق القديمة او جامعة اليونان القديمة كانت موجودة في أتينا حتى المستعمرات الاريقية اليونانية المتفرقة في بحر إيجا وجنوب إيطاليا وآسيا السورة اتسموا بالهيلينيين برضو تمييزا لهم عن سائر البشر اللي كانوا بالنسبة لهم عبيد وأمم من الهمج الألعاب الأولمبية اللي احنا تكلمنا عليها في أول الحلقة نسبة إلى جبل أوليم كانت أعظم رابطة لمدائنهم وكانت إحدى ركائز الحياة الاجتماعية ما بينهم وزي ما قلنا أنهم قدروا الجمال الإنساني والديانة الإغريقية كانت كلها خرافات قائمة على الأساطير الوهمية لذلك لم تتمكن من نفسهم خاصة أنها كانت خالية من المسل العليا للفضيلة لأنها كانت بتخلي الآلهة بتوع الإغريق بيغبطوا في بعض الآلهة بتوع الإغريق بيتحربوا مع بعض الآلهة بتوع الإغريق بيكيدوا المكائد لبعضهم عشان كده ده خلى الفلاسفة اليونانيين كانوا وقتها يعني مش مرتبطين أوي ومش مؤمنين أوي ب آلهة الإغريق وما كانواش مقتنعين بيها بعض الفلاسفة يعني الإغريق كانوا عندهم قيم ومصر العليا لم تكن توجد في الديانات الإغريقية زيوس و يعني والألهة الأخرى الإغريقية التي كانت بتاخد طابع من طباع الإنسان والتناحر والقتال فيما بينهم حتى أن الغريق لما كانوا يلاقوا عاصفة كبيرة أو البحر هاج أو حصل نوع من الزلازل أو كده يقولك أن الآلهة بتتقاتل فيما بينها الفلاسفة بتوعهم كانوا أعقل من كده شوية لما نرجع تاني نقول إن الإغريق كانوا بيهدفوا إلى التفوق في كل شيء عايزين نقول إن يعني في كل وقت من الأوقات التي مرت على هذا العالم كان ربنا بيطلع دولة كده الدولة دي تبقى هي القوة العظمة والدولة اللي هي القوة العظمة دي لا تستمر دورة حياة التاريخ ودورة حياة الكون بتخلي الدولة العظمة النهاردة بتطلع غيرها بكرة لأن الأمم يعني كما يعني تكون شابة فإنها فهرم وتعجز وتشيخ وربنا يدي القيادة والريادة لأمة أخرى والتاريخ بيعيد نفسه أمة الصين كانت أمة من الأمم القوية في وقت من الأوقات وادمحلت وعادت من جديد ومصر بإذن الله تعالى أمة من الأمم القديمة التي علمت العالم بإذن الله في ظل الجمهورية الجديدة وفي ظل حكم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إن شاء الله تعالى تعود أمة قوية من جديد بإذن الله تعالى الأمة الإغريقية في هذا الوقت كانت بمثابة أقوى الأمم وكانوا بينزروا للباقي إن هم أقل منهم في كل شيء زي دلوقتي مثلا الدول العظمة اللي موجودة أو السبع دول العظمة اللي موجودين وأقواهم أمريكا تعتبر من أقوى الأمم هكذا التاريخ مفيش حاجة ثابتة طيب المؤثرات التاريخية بدأت الحضارة الإغريقية أو اليونانية بعد انتهاء الحضارة الموكنية أو المينيسية مرحلة ما قبل التاريخ الكلاسيكي ده بدأت سنة ألف ومية قبل الميلاد يعني ألف سنة ومية سنة كمان ألف سنة وقرن قبل الميلاد طبعا السنين قبل الميلاد كانت بالسالب والسنين بعد الميلاد بالإيه بالموجب بدأت بدأت المرحلة الانتقال والناس دي تتطور لغاية ما وصله سنة سبعمية قبل الميلاد سبعمية قبل إيه الميلاد بدأت المرحلة بقى كلاسيكية بتاعة الفن الإغريقي سنة ستمية لسنة تلتمية وخمسين قبل الميلاد ثم المرحلة الرابعة اللي بدأت بموت الإسكندر الأكبر وبالاحتلال الروماني كانت سنة تلتمية تلاتة وعشرين قبل الميلاد لغاية سنة عام واحد وثلاثين قبل الميلاد طيب ما هي أهم العناصر الزخرفية التي ميزت الفن الإغريقي فن الإغريقي غني بعناصره الزخرفية التي اقتبسها من الفن المصري القضية كل الحضرات اللي كانت حوالينا الليدتنا ما هو احنا الحضراء الأم ما هي مصر أم الدنيا مش من فراغ مصر أم الدنيا لأن مصر بدأت وبدأ بعدها التاريخ مصر سبقت وكل جي بعدها فأخذوا من الفن المصري القديم العديد من العناصر يعني وهنشوفها دلوقتي العناصر النباتية بتاعتهم كلها متخدم الفن المصري القديم ولكن ياخذها زي ما هو كده لا الراجل كان بيبتكر مش عايز أقول أنه كان يعني بي يعني لا هو بيختبس وبعد ما يختبس يغير عشان ما يقولوش ايه دخل الحاجة ونقالها زي ما هي علم الهندسة العكسية علم قديم علم الهندسة العكسية من العلوم اللي تقدر تخلينا أن احنا يعني لما نيجي عايزين نعمل عجلة من اختراعش العجلة من جديد ناخد آخر عجلة الناس عملتها ونمسك العجلة دي ونحللها ونصنعها بمشيئة الله ونضيف لها حاجة أو ابتكار جديد عشان نبقى احنا أصحاب غيادة في الإضافة التي تمت العناصر الزخرفية الإغريقية كانت تتميز بالرشاقة والجمال في النسب وتميزت بوجود الكثير من المنحنيات والحلزونيات في الشكل وعندي أيضا العناصر الهندسية الوحدات الهندسية الزخرفية في الفن الإغريقي النقطة والخط والخط المتوازي أو المتقطع كونت أشكال هندسية تتقرر على أبعاد متساوية واعتبر كذلك الخط المموج أو اللولبي أو الحلزوني المنفرد أو الممزوج من أسس التصميم في المجالات المتعددة حيث اشتهرب بدقتها وتنوعها الوحدات دي كانت بسيطة في أول الأمر وبعدين بدأت بقى يعني خلاص بقى المهارة بقى تمكنت من إيد الفنان الإغريقي فبدأ بمهارته دي أنه يعقى أو يدخل تعاشيق مع بعضها فبسلت أشكال من الصلبان المعقوفة متصلة أو المتاهات وأحيانا تداخلت وحدات متبدلة من خطوط هندسية وبعض الوحدات النباتية كالزهيرة والأنتيمون أو اللوتس لو إحنا بصينا هنا هنلاحظ الوحدات بتاعتنا هي موجودة آدي الأنتيمون هو ظهرة الأنتيمون المشهورة اللي موجودة في الفن المصري القديم وموجودة في فنون بلاد ما بين النهرين وظهرة الروزيتة تمام موجودة أهي والخطوط المنحنية والفرزاتشي زي ما احنا اللي هو يعني خدها منهم الفرزاتشي اللي هي دي دي أصلا موجودة في الفن اليوناني القديم واستخدموها في زخرفة الأواني وزخرفة المباني بتاعتهم زي ما احنا شايفين كده فوق نيجي للعناصر النباتية أول الأشكال النباتية في بداية الأمر اشتقت زي ما قلنا من الفن المصري كاللوتس وبرعمو والبردي والأنتيمون والزهيرة الزهيرة دي اللي هي الروزيتة كما شاع استردام الزخارف المعمرية بكسرة من ورقة الأكنتس الإرقية وسواها من الوحدات المستعملة في ذلك العصر كالزهور والسمار وأفرع النباتات وبقاط الزهور عفوا الرقب استخدموا الكلام ده بكسرة وشكلوا الأوراق بتاعتها وعملوا تانيات جميلة كده واستخدموا ورقة الأكنتس في المنشآت المعمرية خاصة في زخرفة المباني وفي تجان الأعمدة مثل العمود الكرونسي أو مستقلة بحفرها في الحشوات الأرخامية المعمارية تعالوا بقى هنا يعني نرجع بالزمن كده شوية العناصر الزخرفية الإغريقية موجودة النباتية موجودة في أقصى يسار الشاشة والمصرية القديمة في أقصى اليمين والأشوري في الوسط هل لاحظ الاقتباس اللي خدوه أخواتنا الأشوريين وولاد عمنا الإغريقيين أهو اللوتس المصري البسيط النحيف الجميل ده خدوا الأشوري حولوا لخطوط أوتلاين مزدوجة خدوا الإغريقي في المرحلة الأولى عمل على الشمال خالص دي بالشكل بتاعها اللي هو البسيط أو البداي ده وبعد كده عمل اللي هي على اليمين اللي هي النحيفة اللي هي فيها نوع من الرشاقة الأنتيمون المصري القديم موجود قدامكم تحت في النص والأنتيمون الأشوري وعلى اليسار الأنتيمون الإغريقي الرزيتة المصرية القديمة على اليمين وعلى اليسار الإغريقية وفي الوسط الأشورية وعايز أقولكم حاجة من إيه ده ممكن يجي سؤال في الانتحان ممكن يقول قارن بين زهرة اللوتس المصرية القديمة وزهرة اللوتس الأشورية أو قارن بين زهرة اللوتس المصرية وزهرة اللوتس الإغريقية أو قارن بين الأنتيمون الأشوري والأنتيمون الإغريقي أو قارن بين مثلا الروزيتا أو الزهيرة الإغريقية والزهيرة المصرية القديمة. دي دايما بتيجي أسئلة وممكن يقولك مع الرسم. وممكن يقولك ارسم نبات اللوتس في الفنون الثلاثة المصري والأشوري والأغريقي بتيجي كده يعني دي طبعا ظهرة الأكنتس ودي لها حدود ظهرة الأكنتس الأغريقية زات الحلمات المدببة عاملة زي الإبرة طرف الورقة عاملة زي الإبرة وهنعرف دي لها قصة كده ظهرة الأكنتس دي لما جم يعمله العمود الكورونسي هقول لكم على الحدودة بتاعتها طبعا دي اللي هي الألوان التي ميزت الفن الجريجي أو الفن الارريقي أو الفن اليوناني تلاتة بمعنى واحد والرشاقة وجمال النسب ولكن عايز ألوكم حاجة لون الأحمر الطوبي اللي تحت ده هتلاقيه موجود في كل العناصر الفنية أو الوحدات الزخرفية اللي موجودة قدامك يعني كان عندهم بيستخدم بكسر أو كانوا بيحبوه جدا هذا اللون العناصر الحيواني استخدم الارريق زخرف نباتية مشتقة من الكروم لكن مرتبطة بأشكال حيوانية لها رؤوس من الحيوان أو الطير أو مزج ما بين الحيوانات اللي بأجنيح الطير ومخالب قاطعة زي مخالب النصور واستخدموا عنصر التنين مصارا في منقار النصر أو عنصر الوحش نافخ اللهب كما تأصروا أيضا زي إخواتهم الأشريين بالفن المصري القديم عملوا تماثيل أربعة زي تماثيل أبو الهول بجسم أسد بينتهي بنصف سيدة من أعلى وأحيانا تكون لها أجنيحة أو خيول رأسها أو نصفها الأعلى بشكل إنسان اللي هو القنطور اللي هو كان دايما بييجي في الأفلام بتاعة هيركليز اللي كان دايما هيركليز بيتقاتل معاه وبيحاربه اللي كانوا بيشوفوا الأفلام القديمة دي هذا العنصر من العناصر الإغريقية التي تمثل رأس ميدوسة وهي الإمرأة الحسناء التي مسخت فجعل شعرها على هيئة أفاعي وكانت عندما تنظر إلى أحد تحولوا إلى حجر وقيلة رجال بالأخص وليس النساء ودي معمولة من ألف سيفساء بلطات الرخان وهذه اللوحة أيضا بتاعة صيادين الغزلان أيضا من ألف سيفساء أهم العناصر الرمزية عندهم إكليل الغار إكليل الغار ده كان لما يجي حد يتجوز عندهم بيلبس إكليل من الغار العريس والعروسة يلبسوا إكليل من الغار ولكن كانت تصنع تيجان الملوك عندهم على شكل أكاليل الغار ودي اللي أخذها منهم بعد كده القياصرة في دولة الروم وأصبح التاج الخاص بقيصر الروم هو تاج من إكليل الغار حتى أتت الدولة البيزنطية وتحول التاج من إكليل الغار إلى التاج بشكله المعروف استخدموا الرسوم الخرافية جاء زي أبو الهول في صورة إمرأة ونلاحظ أن فنونهم الرمزية كانت إما خرافية أو منقولة من الطبيعة وابتدعوا زخارف معمارية من البيض والحربة البيض والحربة رمزا لتعاقب الحياة والموت البيض للولادة والخروج إلى الحياة والحربة للقتل والوصول إلى الموت كما رمزت كثير من أشكال الأرباب التي عبدوها بمظاهر قوة الطبيعة والنشاط الإنسان والحرب والفكر وغيرها ده اللي احنا قلنا عليه إن هم الفلاسفة بتوعهم لما لقوا إن مظاهر الطبيعة عندهم بتتناحر فيما بينها في صعقة في ريح في عواصف في زوابع كانوا بيظنوا إنها حروب ما بين الآلهة التي يعبدوه هذا الشكل من أشكال الأعناصر النحتية في بلاد الإغريق يتشابه كثيرا مع تمثال بولهول حتى في شكل تصفيفة الشعر بتاع هذه السيدة التي تملك جسد أسد وجزء أعلى من امرأة وجنح للنسر كانت أيضا دي أشكال بعض الآلهة التي عبدوها حتى إن هم كان عندهم إله للإدهاء والمكر والسرقة واللصوصية أعتقد إن هو اللي موجود على الجهة اليسرى في الشاشة السمات والخصائص الفنية المميزة للفن الإغريقي الزخرافة الإغريقية كان غرضها الأساسي هو الجمال وكان من الصعب إنها إننا نقول إنها زخرافة للدلالة على مضمون معين يعني ملهاش مضمون معين وفلسفة زي فلسفة الفن المصري القديم في الفن بتاعه ولكن كان أساسهم إنهم عايزين كل حاجة حلوة نستخلص أن الإغريق كانوا متأثرين بالملاحظة والمشاهدة والنقل من الطبيعة ولكن عملوا يعني إلى حد كبير إن هم يعملوا عملية تحوير بسيط عن الطبيعة عشان ما يبقوش أقلدوا الطبيعة كما هي لما بنقعد نتفرج كده على الزخراف والألوان بتاعتهم بنلاحظ إن الرسم على الأواني بتاعتهم واللي انت بمجرد ما تشوف الأنية دي وعليها الزخرافة دي انت على طول بتقول دي آنية إغريقية والأضرحة والمقابر وخمية البيضاء بتاعتهم كانت متغطية بالكامل بالزخارف المرسومة والملون امتازت الألوان بتاعتهم بالبساطة استخدموا كثير قوي للألوان القاتمة زي الأخضر الغامئ واللازرق والزيتوني والبني والسود واللحمر والدهبي زي الفنون اللي سبقتها استخدموا اللحمر والدهبي كألوان ودي هذه الزخارف المتنوعة سواء كانت نباتية أو حيوانية أو هندسية ملونة بالألوان التي كانت تميز الفن الإغريقي نيجي بقى لحاجة من الحاجات المهمة قوي في الفن الإغريقي نيجي للحرف والصناعات والفنو ماهو كل بلد ليها حرف تراثية خاصة بيها زي ما احنا كده لينا حرف تراثية خاصة بينا بس مصر ما شاء الله يعني فيها تنوع كبير جدا عبر العصور وحتى عبر البيئات المختلفة الحالية في الحرف والصناعات والفنون التراثية احنا عندنا حرف وصناعات وفنون تراثية مصرية قديمة عندنا حرف وصناعات فنون تراثية قبطية الفن القبطي وهو فن مصري مسيحي ليس له مثيل في الفنون المسيحية الأخر عندنا حرف وفنون وصناعات في الفن المصري الإسلامي الفن المصري الإسلامي هو أبو الفنون الإسلامية في العالم قاطبة وعندنا الحرف والفنون البيئية المتواجدة في الوقت الحالي سيوى ليها طابع سيناء ليها طابع أسوان ليها طابع السعيدة في سهاج وفي أخمين ليهم طابع الفيوم ليهم طابع وهكذا وينجي للقاهرة اللي هي بتجمع كل ده وكل ده بينصهر داخل القاهرة ليكون نمط فن مصري أصيل تراصي لو شفته في أي مكان في العالم بيتباع في أي متجر أو في أي جالغي هتقدر تقول أن هذا الفن هو من الفنون الخالصة المصرية طيب أهم حاجة عندنا في الفنون الإغريقية اللي ميزتهم قوي كان فن العمار فن العمار عندهم كان قائم على بناء المعابد فوق الهضاب وفوق الجبال والمعابد كان لها شكل مميز قوي هم كانوا بيعملوا المعبد على أرضية مستطيلة ويبنوا بناء داخلها من الحجر غرفة كده من الحجر وتحيط بهذه الغرفة صفوف من الأعمدة الأعمدة التي ميزت الفن الإغريق ومدخل المعبد بيبقى على شكل مسلس من فوق كده بيسموه جملون مزين بلوحات تميز يعني الأساطير بتاعتهم والآلهة والحروب بتاعتهم ومزخرفة بأشكال الزخارف المتنوعة من الزخارف التي ميزت الفن الإغريق أقام الإغريق معابدهم على قلم الجبال والمعبد الإغريق عبرها عن حجرة مستطيلة زي ما قلنا بدون فتحات ومحاطة بممرة من جهتها الأربعة ويحدد الممرة من الخارج صف أو صفين من الأعمدة ويزين الوجهة من أعلى جملون مسلس على شكل الآلهة الإغريقية ويرتفع المعبد عن الأرض بثلاث درجات وده معبد معبد البارسينون الأعمدة اللي احنا شايفينها دي المخشخينة دي عمود في عمود دوريكي وفي عمود آيوني ابتدع بقى الإغريق تلت تلت ترز معمارية من الأعمدة العمود الدوري والعمود الآيوني والعمود الكرونسي شكل العمود لمواصف العالم المعماري فيتروفيوس قال إيه إن العمود الدوري يمثل نسب جسم الرجل الراجل الآيوني العمود الدوري يمثل جسم الراجل والآيوني يمثل جسم المرأة الجميلة حليات أسفل العمود اللي هي الخشخان دي تشابه التطريزة الذي كان يتم صناعته بأسفل الملابس حول القدمين وأن الأزان الحلزونية التي تزين التاج تشبه شكل تصفيف شعر النساء وقتها بينما الخشخان الذي يصنع في بدن العمود يعادل شكل طياط الملابس ودي أشكال الأعمدة بتاعته شكل العمود الكرونسي والعمود الآيوني والعمود الدوريكي والثلاثة أعمدة زي ما احنا شايفين كده بيبقى ليهم تاج وبدن وقعدة وقعدات الأعمدة زي ما احنا شايفينها كده في عمود بدون قعدة من تحته وفي عمود لقعدة مدرجة وبيميزها إنها مضلعة زي الأشجار أو مخشخنة زي ملابس طياط ملابس النساء التراث الدوري ليه تاج بسيط فكرته متقدة من العمود المضلع الفراعوني واللي مالوش قعدة ارتكاز بيرتكز على ثلاث درجات وسمي نسبة إلى دوري إلى دوريس اسمه مقاطعة ببلاد الإغريق الوسطى ومن المشهور أن أقدم معبد بني ببلاد الإغريق واستعملت فيه هذه الأعمدة هو معبد هاريون بمدينة أولمبيا والمبنى بني سنة 700 سنة 700 قبل الميلاد ها دي هو الدوريكي ده التاج عندي التراث الايوني التراث مهيب وفيه هيبة كده وبرونق في الهيئة المعمارية وأقل حجم من العمود الدوري نصفان بطوعه من جانبها التاج متماسلان الأعمدة بتاعته أطول وله تاج محلة بفروع حلزونية وقعدة يرتكز عليها وببدنه جسم العمود فيه خشخان أو حفر رأسي غائر زي ما احنا شايفين كده اطراز الكرونسي تعالوا نقول لكم بقى حدوتة اطراز الكرونسي ده اطراز الكرونسي ده ليه حدوتة حصل ازاي انه هم ابتدعوا هذا التراز الجميل اللي موجود الى الان طول ما احنا شايفين درق القضاء العالي ابو السلاقي التاج بتاع العمود من فوق العمود الفخين بتاع درق القضاء العالي فيه تراز التراز المختلفة بتاع التراز العمارة اليوناني وخاصة في الاماكن وفي القصور وعلى المباني الخاصة بالقاهرة الخدوية تلاقي التراز الكرونسي ده عمدها بتزين وجهات المباني اللي هو تاج شكله جميل وطلع عبارة النباتات يعني فيها منحنايات كده طب دي الحدوتة جات ازاي قالك ان كان في مربية بتربي طفلة معينة والطفلة دي توفيت فالمربية كانت بتحب تزورها ويعني التروح بقى وتوزع كده على روحها رحمة ونور كده وطلع توزع على طفاح وتوزع اكل وتوزع للناس فراحت في يومه لقيت الدنيا بتمطر فراحت كان معاها سبت سابت السبت ده على الارض وغطته بحطة رخامة من فوق وسبته قالك لقيت لو حد جيه بقى يبقى ياكل يعني وهو السواب يروح لأهل السواب المهم ان المطرة ساعدت ان النباتات والفواكه اللي موجودة وكانت منها زهرة الاكرانتس اللي موجودة تحت السبت تنبت وتعلو وتطلع من السبت وتطلع من الفرغات بتاعته وتدي اشكال كده تتدلى الفروع النباتية من السبت من كل اتجاه وسبحان الله وقتها تدلت من كل ناحية بنفس الصورة فحصل تماثل في الشكل فكان شكل الفروع جميل ما عدي بقى واحد زي حالتكو كده فنان وهو بيتمشى في المقابر كده لمح السبت ده وعين الفنان تختلف عنها اي انسان الفنان له قوة ملاحظة عالية جدا بدأ الفنان يبص ليه السبت ده بدأ باللوح اللي معاه ومعاه القلم اللي بيكتب به بدأ ان هو يرسم شكل السبت ومن هنا هذا الفنان المهندس ابتدع شكل العمود الكورنزي او عمود الاكنتس ودي الحدوتة بتاعة تاج الاكنتس ولو بصينا على تاج الاكنتس الجميل هللاحظ ان هو لو تخيلنا كده انه عبارة عن ثبت من الاسبتة بتاعة الاكل المربعة الحلوة دي ونازل عليه فروع نباتية من كل اتجاه شكلت وطلعت من تحت القعدة بتاعته فروع نباتية خلت شكله جميل وده شكل عمود الاكنتس ان احنا في كل حتة واحنا ماشيين في القاهرة بنشوف هذا العمود الجميل بيزين المباني بتاعتنا المؤرخون بيقولوا ان السبب اللي خلى الاريق يبتدع العمود الكورنزي هو شغفهم بتزيين تجان الاعمدة الايونية بالازهار والاخصان المورقة في اعيادهم وافرح تراز الكورنزي انحف الطرز واجملها مظهرا بتاجه المزخرف وهو التاج الوحيد المحفور عليه دون التجان الاخرى وبيدي رونق وفخامة وجمال في تنسيق الاوراق التي تغطي جسم التاج الناقوسي شكل الاوراقها النحط الاريق تأثر بالنحط المصري ما كتلش في البداية ما عملش فراغات في البداية ولكن بعد فترة اتحرر من النحط المصري وبدأ ان هو يخلي التماثيل بتاعتهم ده في بداية وهو كان يشبه النحط المصري تماثيل بتاعته هي كانت بتحمل المعابد فوق دماغها تمام كانوا يعني تماثيل بدل الاعمدة لكن بعد كده بدأت التماثيل بتاعتهم تتحرر وتتجه الى الجمال اكتر ولذلك اغلب تماثيلهم عشان كانت تماثيل رفع ديها او وقفين وقفة معينة غير التماثيل المصرية القديمة اللي كانت بتقف وقفة كده فيها نوع من الهدوء وكمان نوع من الفخامة التماثيل بتاعتهم وصلت اغلبها متكسرة الا بعض التماثيل التي تم انقاذها او ترميمها فن تصوير فن الاريقي كان ايم على النقوش البرزة التي يتم تلونها بالالوان الاريقية المميزة زخرفوا الاشياء يعني صوروها وقلدوا الاشجار وقلدوا الناس وقلدوا النباتات اللي موجودة وزينوا بها كل حاجة زينوا بها الزخار في المقابر بتاعتهم والاواني المشهورة بتاعتهم بالشرائط الزخرفية المميزة هذه اللي هي الاواني بتاعتهم كل دي مظاهر من مظاهر الرسم والتصوير في فنون بلاد الاريقي الحرف والفنون الخزف الاريقي نخش على صورته كده على طول من اهم انواع الصناعات بتاعتهم المميزة قوي ونرى في هذه الصورة شكل القنتور اللي هو جسم حصان وجسم حصان بيعلوه جسد يعني انسان ويعني لينا ان شاء الله تكملة اخرى بإذن الله في الحلقة القادمة اللي هنتكلم فيها عن الفن الروماني يعني شرح بسرعة كده الجزء الفاضل من الفن الاغريقي لان وقت الحلقة للأسف خلص وان شاء الله نستكمل مع بعض الجزء ده في الحلقة القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم الدكتور عمر بن مرداش قطاع التعليم الفن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة